السفر وحب المغامرة بدأ عند زاكري كهواية سرعان ما تحولت إلى شغف ورغبة جامحة في التعلم والتعرف على عادات وتقاليد كانت يوم قريب تشكل في نظره خطرا محدقا ومجهولا عليه ألا يخوض غماره نساء الخير شلونكم أنا زاكريا من أمريكا أتيت إلى الجامعة الأمريكية بالشارقة حتى أدرس في بلد عربي وأستطيع التحدث باللغة العربية التي بدأت بتعلمها لم تكن الشارقة محطة زاكري الأولى إذ سبقتها زيارة إلى المغرب العربي كانت السبب في إثارة فضوله للتعرف أكثر على عادات وتقاليد مجتمع يختلف عنه كليا ويبدو أن الرمال الذهبية قد أغرته بسبر أغوارها وسرعان ما نجح في تكوين صداقات من محيطه العربي ليحقق اندماجا ربما سيؤثر على قراراته المستقبلية منذ وقت طويل تولد عندي شغف للتعرف إلى المنطقة العربية وغالبا ما كنت أسمع تحذيرات من المحيطين حول خطورة الوضع هنا ومع ذلك جئت وأحببت المكان الذي اختلف كثيرا عما كنت أسمع عنه ويبدو أن الفكرة التي استهوت زاك قد راقت لآخرين غيره لكن في الطريق المعاكس عملنا هنا هو تبادل الطلاب ما بين الشرق والغرب نرحب بالطلاب الأجانب ونقوم بإرسال طلابنا للتعرف على عدات وتقاليد الغرب وهدفنا هو تجسير الهوى بين المجتمعات التي تحمل وجهات النظر مختلفة تحديات زاك الصغيرة على أرض الواقع ربما خالفت التوقعات لكنها تظل تحديات عليه أن ينجح في اجتيازها فكرة مسبقة عن مكان مجهول أو ربما ملتهب قد لا تغريب المجهي إليه لكن زاك تغلب على خوفه من هذه الفكرة يسبقه شغف للمعرفة والوقوف على الحقائق بنفسه يكتشف أن المشتركات أكبر بكثير من الاختلافات لبرنامج اليوم على الحرة من الشارقة فائز العزي